فقال عليه الصلاة والسلام من رب هذا الجمل؟ يعني من صاحب هذا الجمل؟ ويجوز أن يقال فلان رب هذا الشيء على الإضافة أما إطلاق لفظة رب على المخلوق فلا يجوز لا يجوز أن يقال فلان رب أو أرباب هذا ما يجوز لكن يقال رب البيت رب السيارة رب السلعة رب الجمل هذا جاهز هذا على الإضافة وأما من دون إضافة فلا